انضمت إلى الحزب لتكون ضمن قائمة مرشحي الحزب في انتخابات الكنيسة القريبة في شهر مارس أذار القادم وتنضم المرشحة أمل أبو توم إلى مجموعة مرشحيين من منطقة النقب الذين يتنفسون في عدد من الأحزاب المختلفة في انتخابات الكنيسة الوشيكة في وقت لازالت الخلافات داخل القائمة المشتركة على أشدها للحديث حول هذه المواضيع وحول آخر المستجدات في الحلبة السياسية ينضم إلينا الآن في بث حي وانباشر في الستوديو محمد السيد رئيس حركة كرامة ومساواة أهلا ومرحبا بك أخ محمد أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين أولا تعقبك على كثرة المرشحين من النقب يعني كل حزب له مندوب في النقب عندكم شيء طبيعي أن يتوجه أو تتوجه الأحزاب المختلفة خاصة الجديدة أن يكون لها ممثلين والنقب كما تعلم هي ساحة مشتعلة ساحة بحاجة إلى حضور سياسي جيد المشاكل في الوسط العربي بشكل عام نستطيع أن نقول أن أوج هذه المشاكل هي موجودة في النقب بمعنى قضية المسكن والبيت التي يتحدثون عنها الأرض والمسكن هي موجودة بالأساس في النقب هناك العديد من القرى غير المعترف بها والتي أهلها بحاجة إلى تحرك على الأرض والنقب في المدة الأخيرة فعلا بدأ يكون موجودا على الساحة السياسية بقوة ويريد تمثيلا قويا في الأحزاب المختلفة خاصة وأن التمثيل العربي في النقب التي يعني بها حوالي 350 ألف مواطن هي قوة لا يستهان بها وأي صوت يحصل عليه المرشح هو مهم جدا وبالتالي يكون هناك مرشح من النقب ولكن الملفت هنا هو أن المرشح من النقب يكون دائما في ذيل القائمة وبالتالي لن يكون في الكنيسة القادمة دعنا نركز عليهم من هم هؤلاء ستة مرشحين النقب في ستة أحزاب سياسية سعيد الخرومي طبعا هو من القائمة العربية الموحدة علي الهزيل من حزب معن بروفسور عليان كريناوي من الحزب الاقتصادي حنال الصانع من قائمة هاديموكراطة جمعة الزباركة من التجمع والآن المرشحة الجديدة أمل أبو التوم في حزب تيلم أولا يعني هؤلاء أولا عرفنا على هذه المرشحة الجديدة أمل أبو التوم انضمامها إلى حزب تيلم برئاسة بوغي يعلون يعني لماذا هذا الاختيار هي ناشطة فعلا هذه المرأة أمل أبو التوم ناشطة اجتماعية سياسية تتحرك وهي من قرية ود النعم قرية غير معترف بها تمثل فعلا حالة هامة جدا حالة القرى غير المعترف بها كان لها أدوار جيدة في الدفاع عن القرى غير المعترف بها وبالتالي حاولت في المرأة السابقة أن تكون ضمن قائمة عربية يهودية لم تفلح هذه القائمة من خوض الانتخابات هذه المرأة لما يبدو اختارت هذا الجانب وهذا طبعا يعود لها ودوافع تعود لها هي التي اختارت هذا الجانب خاصة أن القائمة المشتركة هي قائمة مغلقة لأحزاب معينة لم تفتح أبوابها لكل الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية وبالتالي الكل بدأ يبحث عن ضالته في أحزاب أخرى الأحزاب الكبيرة أيضا هي بعيدة عن احتضان العرب في النقب لصفوفها تبقى الأحزاب الصغيرة الجديدة ملاذ لهؤلاء ليدخلوا فيها في محاولة ربما لتسليط الضوء على قضية النقب هناك أحزاب في المجتمع العربي لن تخوض الانتخابات الوشيكة من بينها الحزب الذي تنتمي إليه حزب كرامة ومساواة وحزب القوم العربي على سبيل المثال لماذا؟ وانت تتحدث عن مشاركة من النقب شوف خلينا نكون واقعيين في هذه المسألة حتى لو كان برنامجك السياسي وبرنامج مهم وجيد والكل يرضى عن هذا البرنامج في المحصلة النهائية الناس تتطلع إلى قدرة الأحزاب ما الذي ستحصل عليه هذه الأحزاب إذا كانت الآمال من أجل خوض هذه الانتخابات وتجاوز نسبة الحسن ضئيلة جدا فبالتالي حتى لو كان الجميع يؤمن بها برنامج الحزب هم يذهبون مع الأحزاب القوية اليوم برامج الأحزاب تكاد تكون متشابهة جميعها الفارق هو في كيفية إيصال الرسالة للرأي العام إيصال الرسالة لصناع القرار في أسرائيل من أجل تسليد الضوء على القضايا والمشاكل هي بحاجة إلى حكمة معينة من أجل أن توصل هذه الرسالة نحن في كرامة ومسواة عندما بدأنا في هذا التحرك كان لدينا التفاف كبير جدا من الجماهير أيدوا هذا التوجه حاولنا خوض الانتخابات ولكننا تراجعنا عن خوضها ثم في المرة الثانية حاولنا أن نخوض هذه الانتخابات وعشية الانتخابات حتى مرشحين لم يصوتوا يعني كان هناك بعض الأصوات التي حصلت عليها كرامة ومسواة على الرغم من أنه لم يكن هناك من ميزانية وهذا أمر هام جدا في وسطنا العربي والمشطاء الذين يعملون بحاجة إلى أموال وأموال كبيرة جدا لم نستطيع أن نتحرك في هذا الاتجاه في الانتخابات الأخيرة كمنا بتوقيع اتفاقية مع القائمة المشتركة وهذه الاتفاقية التي وقعت معها كان الهدف منها وكانت واضحة جدا أن نكون نحن المركب الخامس من مركبات القائمة المشتركة لكن للأسف الشديد لم تنفذ هذه الاتفاقية بيننا وبين القائمة المشتركة ومع ذلك ما زلنا حريصون على أن تبقى القائمة المشتركة تضم كل الأحزاب الموجودة وليس فقط كرامة ومسواة والقوم العربي إنما أيضا أحزاب جديدة أخرى هناك محاولات جديدة أنا متأكد جدا أن هذه المحاولات هي ستكون ضعيفة جدا لن تستطيع أن تصل إلى المطلوب من أجل الوصول حتى أنا أريد أن نتحدث هنا عن نسبة الحسم هل تقصد حزب معا مثلا؟ أيضا حزب معا حزب معا يعني يطرح برنامج جديد إلى حد ما لكن الكل يعرف أن وصول نسبة الحسم هي بحاجة إلى أصوات كثيرة جدا وبالتالي من الصعب جدا أن يدخل المعترك الانتخابان لوحده وأنا ربما أتوقع ذلك أنه سينسح في المحصلة النهائية إن لم يكن هناك توجه له من قبل القائمة المشتركة لتحتضن هذا الحزب وغيره من الأحزاب نحن كما قلت ملتزمون بشراكتنا مع القائمة المشتركة وسنستمر في ذلك وبالأمس القريب كان لنا رسالة وجهت لكافة أعضاء القائمة المشتركة ورؤساء المركبات الأربعة في القائمة المشتركة وأيضا لرئيس لجنة المتابعة ولرئيس لجنة الوفاق الوطني محمد علي طاها وضحنا لهم أن هذا الاتفاق المبرى بيننا نحن ملتزمون به نريد أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق من أجل مواصلة العمل وأيضا فتح الباب لكل الأحزاب الأخرى الجديدة لتكون ضمن القائمة المشتركة الكل يعرف أن قوة القائمة المشتركة الحقيقية هي 13 مقعدا وليست 15 كما كان في الانتخابات الأخيرة واليوم تراجعت قوتها ربما إلى 10 أو 11 مقعدا وبالتالي إذا ما كانت سبب الخلافة أعتقد أن هناك الخلافة يعني هو السبب من المقاعد الإضافية أعطاها الجمهور العربي لأسباب في حينك شوف يعني أنا شوفك عندما كانت الانتخابات الأولى كانت 13 مقعدا قوة القائمة المشتركة عندما تفككت القائمة المشتركة نزلت إلى عشرة مقاعد عندما توحدت من جديد ولم يبقى في الساحة أي حزب وقمنا نحن والقوم العربي كرام المساوى والقوم العربي بالإعلان أننا لن نخوض الانتخابات وسندعم القائمة المشتركة أعلن أي من عود في حينه على صفحته في فيسبوك وأيضا كل مركبات القائمة المشتركة أنه لم يبقى هناك أي حزب ينافس القائمة المشتركة الجميع توحدت تحت رأية هذه القائمة لذلك حصلت على 15 مقعدا لا نقول أن هذه قوتنا نحن مثلا عضوين أضفنا لها ربما ولكن ليست هذه القوة ليس بمعنى الدليل المادي أن تقول مثلا من 13 وصلوا إلى 15 مقعد بفعل هذا الانتمام لكن الشارع العربي عندما شعر أن هناك الجميع توحدة وليس هناك من منافس أعطاها قوة كبيرة جدا وكان الشعار هو أسقاط بن يمين نتنياهو ساهم بشكل كبير جدا في الحملة الانتخابية عندما هاجم الجماهير العربية وهاجم القائمة المشتركة أعطاها زخم كبير وعطاها قوة اليوم تعود نفس الخلافات الأولى بقي الشعار الأول أسقاط بن يمين نتنياهو من الذي يتحدث عن هذا الشعار اليوم هي أحزاب اليمين المتطرف التي تنافس بن يمين نتنياهو كلها تتحدث عن سكاط بن يمين نتنياهو وبذلك أصبح الشعار ليس مطلوبا في الشارع العربي الشارع العربي يريد أن تكون هناك شعارات أخرى جديدة لا يهم من يكون رئيس الوزراء في إسرائيل لأنه سيكون في المحصر أن هي رجل من اليمين وبالتالي ما المطلوب الآن هو أن يكون هناك برنامج عملي هذا البرنامج يقدم للشارع العربي وأن تشكل هذه الوحدة اليوم الخلافات عميقة جدا بين مركبات القائمة المشتركة للأسف الشديد نحن دعونا أيضا في رسالتنا الثانية ولكن هنا وليد طار النائب وليد طار والنائب أيمن عودي على الكرسي التي تجلس عليه صرح هنا عبر قناتها لأنهم مستعدون لرأب الصدق والاجتماع الأربع مركبات وفتح المجال للتحاور من جديد للانطلاق من جديد إلى الانتخابات شوف يعني إذا ما رجعنا بالذاكرة للتاريخ القريب كانت مثل هذه الخلافات على المواقع لكن ليست على أمور أخرى وبقيت حتى أيام قليلة قبل الانتخابات ثم أعلن عن قيام القائمة المشتركة وفي الانتخابات نفس الشيء الآن أنا أقول لك الخلافات اليوم تختلف عن السابقات ليس فقط توزيع المقاعد إنما السلطة هو الصراع فعلا على السلطة بالدرجة الأولى ليست مسألة مثلا مهاجمة الإسلاميين للعلمانيين فيما يتعلق قضية المثليين لأنها كانت موجودة أساسا يعني لم تكتشف الحركة الإسلامية اليوم أن الجبهة مثلا تدعم هذا التوجه أو صوتت لصالح هذا التوجه ليست هذه المسألة كما أن الحزب الشيوعي والجبهة لم تكتشف الحركة الإسلامية اليوم هم يعرفون تماما كل واحد برنامج الآخر وعلى هذا الأساس مضوا إلى الانتخابات لأنها كانت تحت عنوان إرادة شعب يعني تركوا الخلافات جانبا وتوحدوا في قائمة واحدة من أجل عبور نسبة الحسن وتمثيل أوسع للجماهير العربية اليوم الأمور اختلفت إلى حد ما والصراع أصبح قويا وبارزا على السلطة من الذي يترأس ربما هذه القائمة لذلك أنا أخشى أن تكون هناك تفككات في القائمة المشتركة واحتمال الأول الذي قلته وارد وارد جدا أن تذهب القائمة المشتركة ضمن قائمة واحدة وتحت مضلة القائمة المشتركة بالمناسبة هي ليست حزب هي ليست ملك لأحزاب معينة هي ملك للجماهير العربية لنا جميعا لذلك نريد الحفاظ عليها لكن المركبات ضمنها فرضت أن تكون هي وفقط هي هذا لن نسمح له أن يستمر ويبقى كذلك من أجل ذلك أنا باعتقادي القائمة ربما تتفكك ويذهب من جديد لحزبين يحاول ربما منصور عباس المجدد أن يكون هناك مثلا ليس فقط الحركة الإسلامية ولا يريد حتى أن يتغطى بغطاء الحركة الإسلامية يريد أن يتحدث أكثر عن القائمة العربية الموحدة ويبتعد عن كلمة الحركة الإسلامية من أجل أن يكون لديه أيضا أحزاب أخرى حركات أخرى شخصيات أخرى تنضم لهذا التوجه العقلاني الواقعي وفق ما يراه هو والتجديد ربما هذا مع بعضه البعض يتجاوز نسبة الحسم بالمقابل طبق الأحزاب الأخرى ولا أستبعد أيضا العربية للتغيير ربما تذهب في اتجاه منصور عباس أو القائمة العربية الموحدة أنت قلت أن حزب كرامة ومساواة حاول أن يكون مركب خامس هل تعتقد أن الطريق مزدود إلى القائمة المشتركة أمام أي جهة أخرى ربما مثلا معا حزب معا يريد أن ينضم كمركب خامس المجال غير مفتوح؟ للأسف الشديد القائمة المشتركة يعني رسالتها كانت واضحة ليست بشكل مباشر لكل الحركات والأحزاب الأخرى أن الأبواب مغلقة أمامها من يريد أن يدعم القائمة المشتركة بمركباتها الحالية فليتفضل أما أن تفتح الأبواب لحركات أخرى وتكون أحزاب جديدة على حساب القائمة المشتركة هذا الموضوع كان يعني مغلق عندما وقعنا الاتفاقية ليس فقط ما طلب منا لم نرغب ولم نطلب أن نكون مثلا ضمن القائمة حتى من واحد إلى مئة وعشرين وعرض علينا أن نكون يعني طلب منا أن نختار رقم معين رفضنا أن نكون ضمن القائمة السابقة وقلنا نترك الأمور للانتخابات القادمة ونكون فيها وبالتالي وقعنا على هذه الاتفاقية التي لم تحترم الأسف الشديد لكننا ما زلنا مصرين على التمسك بها أما بخصوص ما تحدث عنه مثلا أن تقوم مثلا معا وتطلب أن تكون ضمن القائمة المشتركة سبقهم في ذلك أيضا البروفيسور أسعد غانم عندما شكل الوحدة الشعبية والتي كانت المفاجأة الصاعقة عندما خاض هذه الانتخابات بزخم وقوة وحصل على أعتقد أربعة تلاف سبعة خمس تلاف صوت كانت مفاجأة كبيرة جدا ومدوية وقال غداة الانتخابات ليس هذا ما كنا نسمعه من الشارع العربي كانوا يريدون أن يغيروا ويجددوا ولكن عندما توحد الجميع في اتجاه واحد خسروا خسارة كبيرة جدا المطلوب الآن من القائمة المشتركة أو مركبات القائمة المشتركة أن يتوجهوا للجميع ويفتحوا الباب ويكونوا معقلانيين واقعيين لا يقولوا فقط نحن خمسة عشر مقعدا اليوم يعني خلينا نتحدث عن بداية القائمة ثلاثة عشر مقعدا أن توزع ما بين المركبات الأربعة وأن تفتح المجال ويفتح المجال للأحزاب والحركات الأخرى كيف يتم ذلك يعني الانتخابات يعني لا الانتخابات لن تتم على الإطلاق لا داخل الأحزاب نفسها يعني حتى داخل الأحزاب الانتخابات هي صورية ليست رسمية يعني شاهدنا مثلا الانتخابات التي جرت في الجبهة بقيت القائمة كما هي كذلك حال بالنسبة للقائمة الموحدة للحركة الإسلامية بعد غدا سيكون هناك أيضا الانتخابات للتجمع واللطن الديمقراطي ربما يكون هناك إجراء معين ولكن تبقى القوائم كلها كما كانت وبالتالي هذه الأحزاب التي تدخل ضمن أو تحت شعار القائمة المشتركة يجب أن تتحدث إذا كانت فعلا تريد تمثيل عربي أقوى وكبير في الكنيسة القادمة أن تفتح المجال الآخرين ونحن مثلا كرام وسواء القوم العرب على استعداد أن نكون حتى ليس في مكان مضمون ولكن أن نكون ضمن هذه الشراكة العربية العريضة لأننا أكثر ناس دعمنا ودعونا إلى أن تكون هناك شراكة واسعة وتوشكيل أوسع تحالف عربي يمثل الجبهير العربية ونحصل حقوقنا لا تعتقد أن هناك فرصة لإنشاء تحالفات من هذا النوع في المجتمع العربي يعني الوقت ملائم شوف أنا أقول لك أن المحصل النهائي الناس ستتوجه القائمة المشتركة لماذا؟ لأن الأحزاب الجديدة هي لم تستطع أن تتفق فيما بينها على أن تتوحد مثلا عندما ذهبنا نحن والوحدة الشعبية كل منا ذهب بمفرده إلى الانتخابات يعني كانت مهزلة أنت تعرف أن قوتك ضعيفة وحزب جديد حزبين جديدين تذهبان كل حزب لوحده في الانتخابات في حين أن كل الأحزاب العربية الكبيرة توحدت ضمن قائمة مشتركة هذا ما استوعبناه في المحصل النهائي لذلك نحن توجهنا وتنضمينا للقائمة المشتركة الآن لو هذه الأحزاب الصغيرة والجديدة لو كلها توحدت مع بعضها البعض وهذه بالمناسبة معضلة الشارع العربي والعقلية العربية من الذي يكون في المكان الأول والآخر لا أتم فرح هنا فقط القائمة المشتركة إنما أيضا الأحزاب العربية الأخرى الجديدة التي تخرج على الساحة كلها تبحث عن الذات وأنا أريد أن أكون في المكان الأول والثاني أخ محمد السيد رئيس حركات كرم وسماء طبعا أنتم ستتابعون هذه الانتخابات جانبا شكرا لحضورك للأستودي شكرا لك أهلا وسهلا إذن أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ثم نعود لمتابعة البرنامج الإخباري هذا اليوم شكرا للمشاهدة